راعة قلب خنزير معدل وراسيا في إنسان بالتالي كان في مريض عمره 57 سنة هذا المريض كان محتاج لنقل قلب ولكن مع الأسف حالته الصحية متدورة ولم تسمح بأنه ينتظر أكثر من كده وبالتالي تم تأخذ موافقة طارئة من منظمة الغذاء والدواء لنقل قلب خنزير معدل وراسيا لجسمه بعد موافقة هذا الشخص لأنه لا يوجد خيار تاني إما يوافق وإما الوفاة وبالتالي تمت العملية بنجاح واستمرت حوالي 7 ساعات هذه العملية أولا تم فيها مراعاة الآتي أولا هناك 6 جينات تم إضافتهم لمنع تخصر الدم في قلب الخنزير الذي تزرع في جسم الإنسان أيضا هناك 3 جينات تم إزالتهم لأن جسم الإنسان ترفضهم فورا وبالتالي التحكم في الهندسة الوراثية والجينات ساعد جدا في نجاح هذه العملية وبعد 3 أيام من إنجاز هذه العملية وجدنا هذا الشخص قلبه ينبض عادي خالص خالص ولقناه بكامل وعيه وهذا يعتبر إنجاز كبير جدا خصوصا أن الجسم الإنساني لم يرفض قلب الخنزير